الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ختام النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخطاء كثيرة وقعت فيها معظم قنوات اليوتيوب عند تفسير رؤية ظهور المهدي أو أي رؤية تتعلق بحياة المهدي عليه السلام بداية من باب حسن الظن بأصحاب هذه القنوات فإن هذه الأخطاء وقعت عن غير عمد ومرد ذلك إما لقلة العلم الشرعي أو لغياب الضوابط الشرعية لهذا الأمر بداية إن أشهر الملاحظات التي لاحظناها عند تفسير رؤية المهدي أولا الرؤية لا تعتبر دليلا شرعيا ولا يبنى عليها حكما شرعيا انتبه لخطورة هذا الكلام يعني كثير من الناس عندما يرى نائم رؤية أن رجلا جاء له وقال له إن الحديث المعين الفلاني حديث ضعيف ولا يصح أو أن الحديث الضعيف حديث صحيح ويصح فإن هذه الرؤية لا تصحح ولا تضعف الحديث كأن يرى نائم رؤية وهذا أمر مشهور أن حديث اسم المهدي أنه يواطئ اسم الرسول يعني محمد بن عبد الله حديث ضعيف ويحتج كثير من الناس أن هذا يعتبر دليل شرعي لا الدليل الشرعي يبنى على اليقظة يبنى على الواقع ولا يبنى على الرؤى طيب ما للرؤية وظيفة الرؤية الرؤية يستأنس بها إن وافقت الأحكام الشرعية الرؤية يستأنس بها إن وافقت الأحكام الشرعية ثانيا المهدي شخص عادي ليس برسول ولا بنبي في كثير من القنوات على اليوتيوب بالغت وغالت في شخص المهدي حتى رفعته أنه رسول من عند الله ومن المعلوم من الدين بالضرورة أساسيات المسلم أنه يعلم أنه لا نبي بعد محمد ولا رسول بعد محمد وإنما هو صلى الله عليه وسلم خاتم النبي إما للمهدي إيه هو عشان نحط في مكانه هو شخص مكلف بقيادة الأمة في آخر الزمان تحت لواء وقيادة وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أقول لكم إن عيسى عليه السلام وهو من الأنبياء ومن أولي العزم عندما ينزل في آخر الزمان يكون من جنود المسلمين ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكيف بالمهدي وهو ليس بنبي ولا رسول ثالثا المهدي محفوظ بعناية الله وهذا يخالف كثير من الرؤى التي تظهر على كثير من القنوات أن المهدي يؤذى ويعذب في سبيل الله وأن المهدي كيف والمهدي لا يعرف أنه هو المهدي وهذا بالدليل الشرعي كما سنرى فلننتبه لهذه المخالفات المهدي شخص عادي يعيش حياة عادية وحياة طبيعية كما سنرى بعد قليل رابعا المهدي لا يعرف أنه المهدي إلا بعدما يصلح الله في ليلة كما دلت الأحاديث الصحيحة بينت الأحاديث أن المهدي لا يعرف أنه مهدي آخر الزمان ويتأكد من ذلك إلا عندما يصلحه الله في ليلة كما أخبر بذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يخالف كثير من الرؤى التي تقول أن المهدي يعرف أنه المهدي منذ أن ولد وأنه يخطط للزعامة وإلى غير ذلك بالرغم أن الأحاديث الصحيحة تبين أنه سوف يرفض البيعة ولن يقبلها إلا بعد إلحاح طويل كما في حديث العلماء السبعة ستحدث مطاردة ما بين الإمام المهدي وما بين العلماء السبعة ينتقلون إليه إلى المدينة فيفر منهم إلى مكة ومن مكة إلى المدينة حتى يرغموه على البيعة فكيف يخطط المهدي للزعامة وللرئاسة وهو يرفض البيعة من الأساس من الأصل خامسا رؤيا المهدي لا تحلل حلالا ولا تحرم حراما وذلك خلاف ما يروى في كثير من الرؤى الباطلة لي بن أول وبنصف هذه الرؤى أنها باطلة على سبيل المثال المهدي تعرف على امرأة جميلة وأن المهدي يقع في قصة حب هذا الكلام لا يليق بشخص اصطفاه الله لقيادة الأمة في آخر الزمان فضلا أن هذه من الأمور الغيبية فأنت لا تعرف مكان المهدي ولا شخصيته من هو ولا طبيعة حياته الآن إن كان ولد أصلا فهذه أمور غيبية واجتهادية فكيف بك عن طريق هذه الرؤى حكيت أن المهدي تعرف على امرأة وأنه وقع في قصة حب وإلى غير هذا الكلام وإلى غير هذا الكلام الباطل الذي لا يليق سادسا التقول والافتراء على المهدي في كثير من الرؤى وهذا امتداد للفكرة السابقة أن المهدي تزوج ثم طلق وهذه من الأمور الغيبية التي لا نعلمها وأيضا أنت لن تستفيد شيئا من معرفتها سابعا وانتبه لأهمية هذه الملاحظة المهدي لا ينتمي لحزب ولا لجماعة بل هو من عامة المسلمين نعم المهدي عندما يظهر لنا لن يكون منتميا لفرقة أو جماعة كما نرى في تفسير كثير من الرؤى كثير من القنوات على اليوتيوب المفسرة للرؤى وأن المهدي سيكون من جماعة كذا وكذا ولكن من المؤكد أن المهدي سوف يكون على منهاج ونهج الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذا السبب اللي هو إن المهدي سيكون على منهاج محمد سوف يتسبب له في حرب مع معظم حكام البلدان العربية لأنه معلوم أن منهج محمد يختلف كثيرا عن منهج هؤلاء سامنا المهدي لا يعيش في كهف ولا في سرداب كما عند الشيعة بعض الرؤى تتحدث أن مكان المهدي في كهف أنه يعيش الآن في كهف مختبئ في كهف أو في سرداب خاصة أن هذا الفكر هو فكر الشيعة ويعتقدون أن المهدي عندهم محمد بن الحسن العسكري وهو غايب في سرداب هذا الكلام كلام ليس له أصل وهو من باب الخرافات المشهورة عن الشيعة هذا الكلام باطل لأن المهدي شخص عادي يعيش حياة عادية جدا إلى أن يصلحه الله في ليلة ويهيئه لأمر الخلافة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تاسعا لا بد من تعلق القلوب بعلام الغيوب فقط من الأمور السلبية التي نراها في هذه القنوات التي تفسر الرؤى أنها لا تبين للناس ولا توضح أن المهدي بالرغم أننا جميعا ننتظر ظهوره إنما هو سبب من عند الله يعني إذا أراد الله أن يهيي الكون مش هنقول أن يهيي الأمة الإسلامية لأن المهدي بإذن الله سوف يحكم هذا العالم كله وتعم البركة وينزل العدل فقضية ظهور المهدي قضية عقضية لا بد أن تتعلق القلوب بمسبب الأسباب المهدي سبب فلا بد لنا أن تتعلق قلوبنا بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى وفي الختام لا بد أن نبين أن قنوات التفسير الرؤى خاصة التي تتحدث عن ظهور الإمام المهدي على اليوتيوب تحمل الخير الكثير نحن لا ننتقدها يكفي أنها تهيئ الناس لقضية في منتهى الأهمية ألا وهي ظهور الإمام المهدي يعني وظيفة هذه القنوات على اليوتيوب هامة جدا بتهيئ الناس نفسيا وإيمانيا لقضية الظهور وأننا في الأيام الحاسمة والعلم عند الله سبحانه وتعالى ولكن لا بد من وجود الضوابط الشرعية عند الكلام عن هذه القضية العقدية بارك الله فيكم وزادكم حرصا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر